خلينا سريعا دلوقتي نروح لشرم الشيخ مرسلنا هناك أحمد الحسيني بيتابع ويرصد آخر الاستعدادات اللي بتتم حاليا لصدافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 27 في الفترة من السادس حتى الثامن عشر من نوفمبر اللي جاي سبع الخير يا أحمد صباح الخير يا مصطفى صباح الخير يا دينا صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر من مدينة الجمال مدينة السلام مدينة شرم الشيخ اللي أضيفت لها صفة جديدة وهي المدينة الخضراء المدينة الصديقة للبيئة خليني أقولك في البداية يا مصطفى أن العد التنازولي بدأ بالفعل لاستقبال مؤتمر المناخ هنا في مدينة شرم الشيخ كوب 27 المقرر بإذن الله زي ما قلت يوم 6 من شهر نوفمبر القادم القادم لمدينة شرم الشيخ ويمكن أنا كنت في شرم الشيخ من حوالي عدة أشهر لكن لما جيت شرم الشيخ وجئت أن في عدد من التغييرات اللي طرأت بشكل كبير جدا على مدينة شرم الشيخ سواء اللي جاي من الطريق البري أو الطريق البحري عفواً أو الطريق الجوي هيلحظ التغييرات الكبيرة اللي شهدتها مدينة شرم الشيخ لو تكلمنا عن الطريق الجوي هنلاقي أن اللي بينظر لشرم الشيخ هو في الطيارة من فوقها هيجد أن كانت مدينة شرم الشيخ بتتميز باللون الأبيض وهو اللون المباني اللي بتتسم بها المدينة اللون الأبيض ده امتازك بيه لون تاني وهو اللون الأخضر ده دلالة طبعاً على نسبة التشجير والمسيحات الخضراء اللي زادت بشكل كبير أول ما ينزل المطار كمان هيجد أن فيه زراعات خضراء وكل العلامات والاشهادات الترحبية بضيوف كمان مكتوبة باللون الأخضر وده في إطار أنهم عايزين يخلوا فيه رؤية بصرية مريحة بتدل على مدينة شرم الشيخ أن هي مدينة خضراء صديقة للبيئة أنا موجود دلوقتي يمصفها فيه شارع السلام أو طريق السلام وهو من الطرق المهمة جداً هنا في شرم الشيخ واللي بيتم تجددها باستمرار وهنجد أن شارع السلام أو طريق السلام وكل الطرق في مدينة شرم الشيخ هنلاقيها كلها موجود فيها التشجير والمسيحات الخضراء بالإضافة كمان إلى الحفاظ العليبيئة من خلال أعمدة الإنارة أعمدة الإنارة اللي بتعتمد بشكل أساسي على الطاقة الشمسية هنا فيه استفادة كبيرة جداً من الطاقة الشمسية فيه أعمدة الإنارة وإنارة الشوارع طبعاً بالليل بنجد أن كل الشوارع هنا من خلال الطاقة الشمسية خلينا نتكلم كمان عن الأوتوبيسات وعربيات الأجرة وهي بتعمل يا إما بالقهرباء أو بالغاز وده طبعاً كان شرط أساسي من الشروط اللي تجعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء مدينة صديقة للبيئة وهنجد كمان أن مؤخراً يعني زادت عدد الطاقة اللي بتعمل بالكهرباء بشكل كبير جداً لغاية ما وصلت لأكتر من 140 حافلة تستطيع أن هي تم شحنها بيئة الكهرباء في نفس التوقيت كل حافلة من دول بتقدر أن هي تستوعب نحو 50 راكب داخل الحافلة سواء كانت الحافلات بتعمل بيئة الكهرباء أو بتعمل بيئة الغاز بالإضافة كمان لزيادة عدد محطات الشحن الكهربائي وأيضاً محطات الغاز بشكل كبير ده هنا الوضع يعني بصورة قريبة لمؤتمر كوب 27 اللي هيتم استضافته أو يتم منعقاده الشهر القادم بإذن الله شكراً لك يا أحمد ربما يعني وضعتنا في صورة متكملة عن ما يحدث من جهود حكومية حقيقية من أجل الظهور بشكل يليق باسم مصر في مؤتمر المناخ القادم ونشكرك مرة تانية